أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن موقف مصر ثابت بشأن القضايا العربية من إعلاء للتضامن العربي وترسيخ المؤسسات الوطنية ورد التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع الحرص الدائم على حسن الجوار وتعزيز رعوبة الأخاء والمحبة بين الشعوب العربية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أعضاء الأمان العامة الجديدة لاتحاد الصحفيين العرب حيث أكد الرئيس السيسي أهمية العمل العربي الجماعي في التعامل مع الأزمات القائمة ودفع جهود التسوية السلمية لها ما يحقق مصالح العليا للشعوب العربية ويحافظ على مقدراتها لسيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يمر به النظام الدولي وصراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قدم التهناء لرئيس اتحاد الصحفيين العرب وأعضاء الأمانة العامة لفوزهم في انتخابات الاتحاد التي أجريت مؤخرا مؤكدا دعم مصر الكامل لأعمالهم وللدور المهم الذي يقوم به اتحاد الصحفيين العرب في دعم الصحافة والقارئ العربية وذكر المتحدث الرسميا اللقاء شهد حوارا مفتوحا بشأن سبل تعزيز الدور الحيوي للصحافة العربية حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن الصحافة عموما والعربية على وجه الخصوص هي تواجه أوضاعا جديدة فرضها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للغاية الأمر الذي يستلزم مواصلة الصحافة تحديث دورها باستمرار وتطرق اللقاء إلى الأوجه المتعددة للعمل العربي المشترك والتحديات التي تواجهه وما شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من تحديات غير مسبوقة هددت الدولة الوطنية ذاتها ككيان وطني جامع للشعب يوفر له الأمن وسبل العيش والحياة